موسيقى موسيقى الفكرة جاءت في طلبات عروض طلبات عروض هيو اي مسلسل مشي زع ما كتجي وكتجي كشي فكرة وليش حاجة هو واحد الارصابات نتعب بزيب الحوائيش كتبغيت تقدر عليهم لانا فش كتدير هاد الخدمات دي هالسنة كتبقى يعني خدم اش فانتكاترا ما كتحبش بش هام مرة كتكون غادي كتشوف شي وضع ما كتت تعرف من خلال الانترنت او من خلال جورنال او لقصة عن قصة ما كيوقع قدامك شي حادث كتترس خوف دماغ وكتقول في يوم الايام غادي نخدم عليه ابخي كتتحول انك تتحف شي موضوع اللي يكون عندك ليش ملك بزيف ديال المسائيل شفسي موسيقى لم يمكنكش توقع النجاح زع ما هو اي حاجة خدمتها كتتمنى تنجح ماشي كتتوقع تنجح ولكن كنت كنقول زع ما وانا زع ما بصدد الكتابة فاش كنا كن قلسو نقشو انا و هشام الغافولي اللي كتب معايا اسمته المسلسل كنا كنحاولو اننا نقلبو على مسائل اللي هي مغربية وتقص الشارع المغربي كنا كتخرج لنا هاد الكلمان تاع هاد شي غيعجب المغاربة هاد شي دلمغاربة هاد شي من الواقع دلمغاربة هاد شي بوكو دبخصون غيشوفوا راسهم فيه كنت كنقول يقدر ما يوقع عشاد الناجح الكبير ولكن مغيدوش مورور الكرام نظرا لانه يعني مغربي مئة في المئة وقيتوجه المغاربة ومن عمق المشاكل المغاربة ومن يعني فاش كنشوفو الدور مورا كل باب ديالدار كين اشي قصة من القصص اللي كين يبنت العساس لانا حاولنا اننا انه كنش دور بطولة ايه اسميتو بنات العساس وهو بنات العساس بنات العساس بمونا ودنيا بوتا الزوت ولكن حاولنا ان بنات العساس يكون هو العنوان ولكن الممتلين كلهم يكون عندهم قصص كل واحد من فارد بقصة ديالو بوح ديتا كانت مودة كبيرة ديال ديفلوبمون اللي كنت كان نخدم فيها مع إيشام الغافولي ومع سيخاليد النقريوسي وفي الكتابة نقدر نقوله واحد دا ربعة شهر الله وعلم زمان ما نقدرش نعرف ما نقدرش نعرف لان احنا كنخدموها شي بالطلبات العروض وذلك شي ونقدر نقولك بانا جوء زق ثاني انا لا احبيت انا الحقاش خسنا نعرفه فوقاش نقوله بوان فينا لسالة القصة الحمد لله وندزل حاجة اخرى بالزاف ديال الاجزاء التانيين كيكونوا صعيبين في الخدمة صعيب سيختموها النجاح هذا صعيب يعني ما بغيتش انني نتغرب هاد النجاح ونقول اه صافا مارشيتا في الدوزيام سيزون ونصدقه هرزت النجاح اللولاني يعني يعني يكفيني ما اعيشو في ما بوشنا ندزل وطخوشوز كاين خير الله ما يتخدم فاسمتو خير الله كاينين قيصاص خوريين وكاينين كاينين مواضيع اخرين مغربية ما كان موش نهدر على المستقبل نهائيا انت وحن ما عارف غدا شنو غدا يطرى يقدر دابا نقول لك ما نديرش جزء تاني ومبعد يومين تلقى نيرا هكا تكتب الجزء تاني ومش ما كتعرفش غدا شنو كاين ولكن زعمانا كان نقول زعماني لا غير علم غاربة دك شي اللي يحبوك في بنات العساس راني كان نخدموه في موضوع اخر في مسلسل اخر واقوى لا هنعود نرجع لك نقول لك يعني توقع النجاح زعمانا كان نخليها جانبا ولكن التأثير كنت متأكدة منه لحقاش هو كيعالج واحد المسألة اللي هي الموت المباغت واللي متنظنش كينا شي أسرة مغربية اللي ما تفجعاش شي نهارف شي موت معوالاش عليها وهو يعني خدمناه كتكريم لروح الراحل صلاح الدين الغماري لأنه كان واحد كان واحد الشخص اللي اعطانا بزاف الحب واحد لقوينا ودخل بيوتنا وكنا كنا نبغيوه بزاف وكنا نسناوه فحاولت أنني أنا اسميته طيب ندير فيه هاد الخيصال كاملين وما بعد نحيي دوله مغاربة كيم ما وقع لنا المرحوم صلاح الدين الغماري كنت كان عرف بأنه عادي يكون شوية ديال تأثير لأنه أثر فيه أنا في الكتابة أنا بكيت في الكتابة دياله بكيته لأنه في واحد للحظام خرجت من الكتابة دياله شو بقيت تنقول زع ما أنا من بغيش نكون في بلاد ستاد البنات يعني زع ما أنا من بغيش أن في يوم الأيام يجي يقولوا لي يا زع ما شي واحد عزيز علي من العائلة مبقاش 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 في حياتي صعيبة قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية اشتركوا في القناة